محمد صلاح بالأمس سطر تاريخ تاريخ للقرى المصرية في الملاعب الإنجليزية فكرة أنك تيجي في فترة كده من الفترات وانت بتتابع القرى الأوروبية وتحديدا الدوري الإنجليزي أحد أهم وأكبر الدوريات الأوروبية وتقول في مخيلتك مثلا كده هل ممكن هيجي يوم يكون لعب مصري هداف الدوري الإنجليزي أو مثلا يحرز هدف أو يحرز هاترك كانت أقصد طموحات تقولك إيه مثلا أقمده بيلعب في الدوري الإنجليزي وماشي بشكل كويس عمري زاكي في أول عدد مباريات ليه في الدوري الإنجليزي أحرز مثلا عشر أهداف دي كانت أقصد طموحات لكن على مدار خمس سنين خمس مواسم متتالية محمد صلاح منذ أن انتقل إلى ليفربول في موسم 2018 وعلى مدار الخمس ستة مواسم هداف الدوري حتى لو بيتقسم صدارة الهدافين مع عدد من الأندية أو عدد قصد من اللاعبين اللي موجودين معاه سواء في ليفربول أو الأندية المنافسة ولكن احنا وصلنا لمرحلة اللي احنا بنتكلم على أن الهداف التاريخي لمين يا جماعة لليفربول في البريمير ليج لاعب مصري اسمه محمد صلاح أعتقد إنجاز كبير جدا وإنجاز تاريخي كبير جدا وإنبارح كان كل العالم بيتكلم على هذا الإنجاز بشكل متوازي مع فوز ليفربول على المان يونيتد بسبع أهداف مقابل لشيه ممكن البعض يقولك ما هو فوز ليفربول على المان يونيتد 7-0 ده أكيد سحب البصات شوية من الرقم القياسي لمحمد صلاح لا الاتنين كانوا في شكل متوازي والكل بيتكلم على الإنجازين صلاح تصدر قائمة هدافي ليفربول في البريمير ليج وفي نفس الوقت فوز ليفربول على منشستر يونيتد 7-0 إنبارح بالمناسبة وإحنا بنتكلم في التريند العالمي أعرضنا الإحصائية المتعلقة بهدافي فريق ليفربول في البريمير ليج وقلنا إنبارح صلاح على أعتاب هدفين يتساوى مع روبي فاولر أو ممكن يتفوق عليه ويكون الهداف التاريخي وبنستعرض الأسماء بنتكلم في أسماء مين يا جماعة؟ روبي فاولر، ستيفان جيرار، مايكل أوين بغض النظر بقى عن ساديو من هو نفس جيل محمد صلاح بس إنت بتتكلم عن ثلاث لعيبة؟ إحنا كنا بنستمتع وبنتمنى نشوف حتى مباراة لفريق مصري قدام اللعيبة دي لكن ده إحنا بقى عندنا نجم بيتفوق على هؤلاء اللعيبة أصبح صلاح أسطورة للقرى المصرية في الملاعب الإنجليزية وتحديداً كمان في الملاعب الأوروبية النهاردة وإحنا بنتكلم في موضوع التريند واللي كان متصدر السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة كان محمد صلاح أنا أستعرض مع بعض إنجاز صلاح واللي كتب بالأمس لغاية الساعات الأولى حتى من صباح اليوم بخصوص أهداف صلاح في المان يونيتد لأن احنا عندنا النهاردة منشتات وعنوين وستوري وسيلفي وتريندات وبوست على الفيسبوك وتغريدة على تويتر وصورة على الإنستجرام عندنا كلام كتير جداً بخصوص صلاح نبدأ الأول بالملك المتوج على عرش القرى الإنجليزية محمد صلاح من خلال حسابه الرسمي على تويتر كتب يوم استثنائي لجميع مشجعي ليفربول يشرفني أن أستمر في صنع التاريخ مع هذا النادي الرائع دي التويتر اللي كتبها صلاح على حسابه الرسمي على تويتر طب تعالوا نشوف حساب ليفربول على تويتر إزاي اهتم وتكلم على إنجاز صلاح نشروا صورة لصلاح من داخل غرفة خلع الملابس وكتبوا عليها سيلفي مع الأسطورة صورة معبرة وفخر لينا بجد في مصر طيب صاحب الإنجاز التاريخي على مدار سنوات عديدة في ليفربول روبي فاولر واللي كان حضر بالأمس قدامك هذه الصورة من خلال حسابه الرسمي على تويتر كان حضر المباراة بيتفرج على المباراة في ملعب الأنفلد ونشر صورة ليه من الملعب وقال تهنئة كبيرة لمحمد صلاح أسطورة ليفربول فخر وإنجاز عظيم جدا للاعب مصري في الملعب الإنجليزية طيب نروا لحساب يلا قورة على الفيسبوك واللي تكلموا على أهداف الملك المصري صلاح أمام الخمسة الكبار شوفوا بقى لما صلاح يحرز أهداف في مين في المان يونيتد وأرسل وتتنعمه تسيبير والمان سيتي وتشيلسي صلاح في 11 مباراة أحرز 10 أهداف في مانشستر يونيتد في 11 مباراة أحرز في أرسلل 7 أهداف نفس الرقم 7 أهداف من 11 مباراة أمام تتنعمه تسيبير وأيضا أمام مانشستر سيتي أحرز 6 أهداف وفي تشيلسي أحرز 4 أهداف طيب حساب يلا قورة أيضا على تويتر قال إن أهداف صلاح في مواسمه الستة مع ليفربول كانت كالأتي موسم 2017-2018 أحرز 32 هدف في 36 مباراة 2018-2019 أحرز 22 هدف في 38 مباراة 2019-2020-2019 هدف في 34 مباراة 2020-2021-22 هدف في 37 مباراة 2021-2022-23 هدف في 35 مباراة الموسم الحالي 22-22-23 حتى الآن رغم نتائج ليفربول المترجعة في الدور وفي دور الأبطال والخروج 11 هدف في 25 مباراة طبعا هو الآن أعتاب الخروج ولسه مخرجش طيب في تشيلسي آه قلنا كان أحرز 4 أهداف 11 مباراة طيب حساب جول على تويتر بيقولوا إن فيرمينيو احتفل مع صلاح في أول هدف ليه مع ليفربول في الدوري وآخر هدف لي في الدوري أيضا قدامكم حتى الصورة ومعمول الكروب على الصورة لما كان أول موسم لصلاح وآخر هدف ليه في الموسم الحالي مع صلاح طيب نروح بقى للصحف الإنجليزية ونشوف الإيجابية في إنجاز محمد صلاح وماذا عبرت الصحف الإنجليزية عن الرقم القياسي لصلاح نبدأ مع بعض من خلال التايمز كتبوا قال السماء السبعة ليفربول يضرب منافسه اللدود فكرة إن ليفربول يكسب منشستر رونيتد 1-0 دي أزمة ما بالكم قال لما تبقى سبعة وصلاح يحرز هدفين ويعمل أكتر من أسست ويعمل إنجاز تاريخي كمان التليجراف قالت السيرك عادة في المدينة في إشارة إلى الأهداف السبعة التي أحرزها ليفربول زاصن أشارت الصحيفة إلى رد النجم المصري عندما سئل عقب المباراة عن طريقته للاحتفال بإنجازه الشخصي حيث عنوانت صحيفة زاصن وقالت صلاح يحتفل برقم القياسي بأكواب من الشاي لعب مصري أكيد يعني لازم الشاي المشروب الأساسي لأي مواحد مصري إلا الميرور قالت عنوان لصحيفة سبعية وجحيم سيفن هيل يعني مطشي كان جحيم على المان يونيتد في ملعب الأنفل الديل ستار اختارت الصحيفة نفس عنوان ميرور قالت سبعية وجحيم وأضافت في صفحتها الرياضية هزيمة تتن بسبعية تنهاجة طبعا المدير الفني المان يونيتد تلقى هزيمة سقيلة من يورجن كلوب بسبعية الجارديان اختارت الصحيفة عنوان سبعة من الأفضل ليفربولي يزل يونيتد بهزيمة قاسية على فكرة جماعة اللي احنا بنعرضه ده يوم للتاريخ وإحنا لما نبقى عايشين في الأجواء دي هنتذكر ونقول بعد سنين وسنين لما يعتزل صلاح إن شاء الله بعد سنوات طويلة احنا كان عندنا نجم مصري عمل إيه في الملعب الإنجليزية حاجة أخيرة كده وإحنا بنستعرض مثلا أهداف صلاح في الدور الإنجليزي أحرز مية تسعة وعشرين هدف بقدمه اليسرى مية واثنين بقدمه اليمنى عشرين هدف ضربات بالرأس أهداف بدربات الرأس سبع أهداف طيب من داخل منطقة الجزاء مية واحد وعشرين هدف يعني العيب جوا منطقة الجزاء تقدرش تمنعه من إحراز الأهداف من خارج المنطقة أهداف قليلة تمن أهداف طيب المية وتسعة وعشرين هدف تأسيمة الأهداف على ملعب ليفربول وخارج الملعب إيه في الأنفلد أحرز أربعة وسبعين خارج الأنفلد أحرز خمسة وخمسين يعني صلاح ما بيفريش معاه المباراة على أرضه أو خارج أرضه وقضامكم هي الإحصائية الرقمية إنجاز عظيم جدا لنجم كبير إحنا بنسعد به أكيد وأصبح أسطورة كبيرة للقرى المصرية في الملاعب الأوروبية دي كانت فقرة مهمة جدا نلقى فيها الدو على إنجاز نجم مصري كبير كلنا بنفتخر به